موسيقى مرحب بيكم وعنزائيكم مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات الإسلام تحت المجهر الأول مرحب أختي فرحة أهلا بيك مارين أهلا بيك نهاردة عنوان حلقتنا محمد يسرق مجد المسيح إزاي محمد كان بيسرق مجد المسيح أهلا بيكتدي تفضل لي إحنا عندنا في إنجيل متى اللي صحيح العاشر الآية 37 بتقول من أحب أبا أو أما أكتر مني فلا يستحقني المسيح بيقول كده ومن أحب ابنا أبنا أو ابنا أكتر مني فلا يستحقني طيب إحنا المسيح بيقول كده إيه إن هو ربنا هو الله صح لأن في العهد القديم تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك بالزبط هنا بقى نلاقي إيه في سهيل بخاري شوفوا معي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده أو والده وولده والناس أجمعين يبقى رسول الإسلام بيقول إيه؟ بيقول نفس الكلام بتاع المسيح عايز بيقول أنا الله لا يؤمن رابط الإيمان بمحبة محمد بتاع إيمان مش لا يؤمن بمحبة الله لا بمحبة محمد ده سر عيني عينك عيني عينك وكده وإنت أنا أمال الإيمان بمحبتك إنت أصلا يعني أنت حطت نفسك مكان المسيح وأنت إله بالزبط يبقى المسيح في العهد القديم بيقول أن تحب من أول وصية تحب الرب إلهك والمسيح جي طبقها وقوله أنه هو أنا كده لازم أنا أهم واحد لإني من محبتنا للمسيح إحنا هنحب الآخرين على فكرة لإن المسيح ترجم المحبة عمليا طيب محمد بقى بيقولك أنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أنت عايز تبقى زي المسيح حتى أكون أحب إليه من والده وولده أنا سدقيني عندي إيمان كامل يا مارينة أنه كان نفسه يقول أنا المسيح بس ملاش أده ما هو اسمه محمد اسمه أسمى المسيح أصلا لأنه مين له الحمد الإله صح سرقه برضو ده مسروق إنه ما تولدش أمه المسببين من محمد يا إيمان بالزبط كده طيب بص يا مارينة في متة 26 بيقول إيه وأما يسوع فكان ساكتا دي ساعة المحاكمة فسأله رئيس الكهنة أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله عند اليهود معروف المسيح يعني ابن الله قال له يسوع أنت قلت وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء بيتكلم على نفسه ابن الإنسان ما دي من ألقابه المسيح ابن الإنسان فمزق رئيس الكهنة حينها زنسيابه قائلا قد جدف ما حاجتنا بعد إلى شهود ها قد سمعتم تجديفه ماذا ترون فأجابه إنه مستوجب الموت لماذا اعتبر رئيس الكهنة إن ده تجديف يا مارينة لأنه هو قال لهم فهم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة أنه هو الله بالضبط كده وعرف دي لأن رئيس الكهنة عارف الكتاب المقدس في دانيال 7 بيقول كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوا قدمه فأعطيه سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزوله ملكوته وما لا ينقرد يبقى المسيح مين والله بالضبط كده وعايزة أقولك حاجة كمان إن الكرآن قال هل يبصرون إلى أن يأتيهم الله في الظلل من الغمام وقضي الأمر أو يعني أنا على ما أتذكر فحتى في الإسلام عارفين إن الله سأتي على السحاب بالضبط في زلل من الغمام فهنا اليهود فاهمين النبوة اللي في سفر دانيال الإصحاح السابع وبيسألوه هو أنت يعني المسيح من قصين أنت المسيح إذن الله فقال لهم أيوة والعلامة كذا كذا النبوة اللي موجودة عندكم طيب في الإسراء تسعة وسبعين نشوف ماء محمد سرق إيه وبيقول إيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك ها مقاما محمودا القرطبي يقول إيه ما حكاه الطبري عن فرقة منها مجاهد إنها قالت المقام المحمود هو أن يجلس يجلس الله تعالى محمد اسمعي معه على كرسي شوفين المسيح نفسه يعني نفسه بيغش بيغش هيموته ويخلوه هو المسيح لا والمقام المحمود اللي هو إيه يعني العرش الرحمن بحمد مين أنا بحمد الله أنت إيه خليك تقعد في المكان اللي فيه الحمد بالضبط كده بيقول معه على كرسي وروت في ذلك حديثا وعدد الطبري بص الطبري بيقولي جواز ذلك بشطط من القول آه يعني هما فيه شطط في القول آه بس وهو لا يخرج إلا على طلطه في المعنى وفيه بعد ولا ينكر مع ذلك أن يروى يعني إيه لا يا جماعة لا رغم أن فيه شطط في الكلام وأن إزاي محمد يعد على عرش الرحمن جنبه وهو ده فيه شطط بس ده ما فيهوش نكران إن إحنا نحن شفتي عشان كده بيقولوا دايما دايما وأبعثوا مقاما محمودا الذي وعدته ده كل أدان لأنك لا تخلف لأنك لا تخلف المعنى وانا عايزة أقولك كمان في سورة الاسراء 79 الناس تروح تشوف تفسير ابني كثير فيها مصيبة يقولك إن الله يحمده الخالق يعني خالقهم والخلائق والخلائق يحمدك الله والخلائق يعني الله يحمد محمد والخلائق تحمد محمد الله وبعد النسخ على الانترنت لما شافوا إن إحنا عملا نقول نجيبها نتكلم في الموضوع ده يحمدك خالقهم والخلائق كلهم راح يحسدك الله يحسد محمد على الأعدل يعني طينوها آه يعني بدل ما هو يحمدك الخلائق يحسدك الله ده أنت أنت باخد حاجة بشيء الحلوة باخد بكاني بيحسد بيحسد يعني الله حسو يعني طينوها أكتر فأنت لما تروح تشوف التفسير ابن كاسيل لصورة الأسراء 79 هتلاقي مشاكل كتير في المقام المحمود تشدها يا ماري برسالة يوحن الأولى الأصحاح التاني بيقول يا أولادي أكتب إليكم هذا كي لا تخطئوا وإن أخطئ أحد فلن شفيع عند الآب يسوع المسيح البارد وهو كفارة لخطيانا ليس لخطيانا فقط بل لخطايا العالم كله يبقى شفيع عند الآب هو إيه هو يسوع المسيح إنه هو كفارة بالظبط دب المسيح هو الكفارة اللي بتشفع لنا أمام الآب صح هو الكفارة ربنا أنا أقول له يا رب سبحني دي إيه التوبة دي الرحمة ربنا يرحمني لكن العدل يتوجب إيه يتوجب موتي يبقى فيه كفارة كفارة المسيح قدامها إنه هو دبه فهو الشفيع الوحيد كفارة نشوف محمد حبي يغش الموضوع ده والحديث طويل أنا مش هقرأ كل الحديث لكن هم هيروحوا لآدم ويروحوا فآدم يقول لهم لست لها يروحوا لإبراهيم لست لها يروحوا لعيسى عيسى لهم أنا مش أي زم هيروحوا يعني آدم لست لها عشان فيه مشكلة عمله يعني ما يقدرش يشفع لا كل واحد عنده حجة إلا المسيح ما فيش حجة بس أقل برضو لست لها من بقى اللي لها اللي مليار خطايا محمد آه غفر لك ما تقدم ما تتأخر ووزرك لازم أنقض ضهرك يعني ده مليار أصلا صحيح نصالي بسودة عندك أصلا طيب راحوا لمحمد يقول لك إيه فأقول أنا لها يا سلام شوفي أنا لها تبدأ يعني شوفي إحنا قلنا أن المسيح هو الشفيع وهو دمه الكفارة وبدا لا أنا لها شفع لك عملهم إيه عشان يبين لها أنا لها فانطلق فانطلق فأستأذن على ربي في أزن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أخضر عليها الآن يعني يلهمه الله ثم أخر له ساجدا إلى آخر الكلام بيقول له يا محمد ارفع رأسك وأقول يسمع لك سل تعطى واشفع تشفع فأقول ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه مسكال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فاخرجه منها يعني بصي خلاه كمان يعرف أنت هتعرف إزاي أني ده عنده شعيرة إيمان واخده من المسيح وبحبت مش عارفة أنت إنسان أنت إله هو أنت إله عشان تعرف إيمان للناس حتى دي واخدها من المسيح فأنتلق إيمان مثل حبة الخردل بالزبط فأنتلق فأفعل وبعدين يرجع لربنا مرة كان كمان ويخرسة جدا ويقوله نفس الكلام فأقوله أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مسكال حبة من الخردل برضو غششها من إيمان فخرجه منها فأنتلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحمد ويرجع مرة كمان ويقول له اسأل وتعطى واشفع فيقول أمتي أمتي إلى أن يقول فمن كان في قلبه أدنى 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 من مسكال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنتلق فأفعل يعني محمد هو الله يدخل النار ويجيب الناس من النار ما شاء الله وهو اللي هيشفى على أمته يبقى سرق مجد المسيح لأن الشافيع الوحيد وكفارة لخطيانة هو دم المسيح مارينا معلش ممكن أسألك سؤال عندك أنت في شوية حاجات فكرها هو اللي هيخرج هيخش النار ويطلع الناس هو اللي هيخش النار ويطلع الناس طب هو إله الإسلام برضو مش هيخش النار برضو يحط قدمه وهي تقول قط قط بس برضو يبقى كده هو الله ممكن كده يعني يعني هو احنا بنقول النار هتقول هل من المزيد فهو عايزة سكتها أنا بقصد الدخول هو هيسكتها يروح حط قدمه فتقوله قط 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 يعني قط قط يعني كفاية كفاية خلاص آه طبعا طب ماشي لكن هنا هنا نشوف سرق المجد ازاي ده بيقول أنا الشفية والدم المسيح هو المهمة النرجسية أنا لها طب بمناسبة يا أخويا إنت لها قدمت إيه للبشرية عشان تبقى أنا لها هل أنت من غير أخطاء عشان تقول أنا لها من غير أخطاء هو المسيح بس راح ركنه وانا ركنه الوحيد اللي لم يذكر لأه خطية وده مشهور يقول لك إيه عن دون في الإسلام يعني إحنا وفي حديث الشفعة أو في حديث الشفعة وغير كده اللي قال لك الشيطان ما نخسهوش كل بني كل بني آدم مولود ينخسه الشيطان حين يولد إلا إيه عيسى وأمه أمه لا إحنا يعني الحديث بيقول كده الحديث بيقول كده لكن شوفي هو النرجسية بتاعته طالح بيقول أنا لها على أساس إيه طيب خلينا نشوف يوحنا 14 هما المسلمين دلوقتي فرحانين إحنا بنتكلم في إنجيل لا إحنا بنقارن إن إزاي محمد سرق مجد المسيح ما نعرف سرق بس هما برضو يعني بفرحانين أول منتكلم في الإنجيل ده كويس يسمع كلمة ربنا بالظبط كده في يوحنا 14 بيقول إيه الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أن عملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها لإني ماضي إلى أبي ومهما سألتم بإسمي فذلك أفعله يبقى لأي حاجة من يسألها أمجد الإيه بالإبن بالإبن إن سألتم شيئا بإسمي فإني أفعله فإني أفعله مش القاب كمان يفعله إني أفعله طب حلو واحد باعت بيقول إيه بيسأل السؤال ده هل هذا الحديث صحيح كل دعاء مقوفي أو محجوب حتى يصلي على النبي ده واحد باعت سؤال بيقول رده عليه قال له هذا الحديث رواه الترمزي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض شوفيه بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك قال ابن كسير اسناده جيد والألباني حسنوا في صحيح الترمزي وبيقول كده الشواهد بتاعه خلاصة القول إن الحديث بمجموعة هذه الطرق والشواهد لا ينزل عن مرتبة الحسن يعني ده كلام كويس إن شاء الله تعالى على أقل الأحوال وما رواه خذ بالك من الكلام اللي جاي بقى الترمزي موقوفا عن عمر يعني عمر هو اللي قاله بس موقوف عن عمر رضي الله عنه له حكم المرفوع مدام عمر اللي قال حتى لو كان موقوف يبقى له حكم المرفوع كأن النبي قاله مرفوع للنبي يعني مرفوع للنبي قال الحافظ العراقي وهو إن كان موقوفا عليه على عمر يعني فمثله لا يقال من قبل الرأي يعني عمر ما بيقولش حاجة من دماغه ومن رأيه وإنما هو أمر توقيفي فحكمه حكم المرفوع يعني الدعاء فعلا موقوف بين السبق والأرض ما يصعدش بينه حاجة غير إيه غير إنك تصلي عن نبي بالظبط معلق ما صلتش ربنا مش هسمع لك بالظبط صلت عن نبي ربنا هيسمع الدعاء بالظبط وده طبعا سارق لأن المسيح بيقول مهما باسمي أه باسمي طلبته باسمي فإني أفعله يبقى اسم المسيح شفاعة أه لكن أنت إيه اللي تصلي عن نبي الله يسمع الدعاء يعني مين النبي أصلا في نبي يا مارينة قال الكلام ده مفيش هل موسى قال لو صلت علي وأنا لو ما كنتش موجود في الموضوع مش هتقبأ مش هتتقبله لا ده في حديث تاني اللي يصلي عن نبي صلاة واحدة الله يصلي عليه عشرة ده كمان بيشغل الله عشر صلوات ويحط عنه عشر خطيئات يعني الصلاة عن نبي دي بتحزف خطايا كمان بتمسح أه بتمسح شوف إحنا نقول دم المسيح هو الكفارة كفره يمسح الخطايا ودم المسيح كفارة وهو اللي بدمه غفرات خطيئنا هو لأ باسمه هو الصلاة عن نبي دي الله إيه يحط عنك عشر يحط عنك عشر خطيئات ويرفع عليك عشر درجات تقريبا بطرس اللي كان بيقول لما قالوا له نعمل إيه قالوا هم أمنوا بالمسيح يعني المسلوب أنا بقول كده في المعنى تمحة تتمسح غاشش طمحة خطيئكم طب إزاي محمد يوصل للمرحلة إنه هو عايز يوصل إنه يبقى زي المسيح هو واخد اسمه كمان الماحي واخد اسمه من الأسماء دي الماحي صحيح فمحمد بيسرق مجد المسيح سرق سرق مجد المسيح ركن المسيح كده على جنب اللي هو الفداء والدم الغالي السابين اللي بزي من أجل العالم كله بالمسيح الوحيد مستجع معا الوحيد ليس بأحد غيره الخلاص إنه يجي نبي يسرق مجد المسيح بعد المسيح بعد المسيح اللي يعني دي قدم نفسه اللي قدم نفسه كلمة الله كلمة الله اللي هو يعني بلا خطيئة الطاهر اللي كلامه كله كلام جميل وحكمة هو الإقنوم الحكمة يعني يجي محمد يسرق المجد ده صح يسرق كل المجد ده فأنت فكر ليه محمد سرق مجد المسيح وخد كل الكلام اللي المسيح قاله على نفسه اللي المسيح هو الله خده وحطه عليه هو وهو إنسان الشفاعة يا مارينا في الكتاب المقدس بتيجي بالكفارة صح نعم دفع تمن الإنسان فجيه محمد لغى الصليب علشان يلغي الكفارة علشان هو ييجي ويشيل المسيح خالص ويبقى وعملك بقى صلي على النبي وعمل مش عارفة حسناته سيبنا السيئات ومش عارفة إيه وابتدى يخترق لهم حاجات كتيرة جدا إن إيه الميزان بقى حسناته والسيئات والميزان والحاجات دي لا يا جماعة محمد سرق مجد المسيح وديه مش حاجة ولا اتنين إحنا جبنا شوية حاجات صغيرة لكن محمد طول الخط بيسرق مجد المسيح ففكر وشوف لماذا سرق محمد حتى اسم محمد لماذا سرق محمد اسم بجد المسيح وكمان إحنا عايزينكم يعني لو هيتاح للمخرج يحط اسم المسيح بالسرياني هتلاقوها رسمة محمد ودي يسوع تتكتب بالسرياني هتلاقوها الرسمة بتاعته محمد هو برضو دي سرقها وغاية هنا بنقول لكم فكروا ونلتقي بكم في الحلقة القادمة من الإسلام تحت المكهر وإلى اللقاء اشتركوا في القناة